وفي كلمته بالمنتدى أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن دولة فلسطين تشارك هذا العام في المنتدى في ظل الضمار وجرائم الإبادة والتطهير العقي ضد الشعب الفلسطيني وطالب عباس المجتمع الدولي بالعمل على محاسبة دولة الاحتلال ومعاقبتها على جرائمها كما طالب بتنفيذ القرارات الأممية بشأن فلسطين أمارك دولة فلسطين هذا العام في المنتدى الحضر العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة في ظل الضمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية إن هذا يفرض علينا تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من ستين بالمئة من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية عدا عن تدمير أكثر من تمانين بالمئة من مساكن ومرافق ومستشفيات ومدارس قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر